موسيقى نجم مسلسل الياقوت بوراك بركاي أكجول يثير الجدل بمحاولته إزاحة البطل الرئيسي لمسلسل الياقوت عن دور البطولة وفي التفاصيل تمكن المسلسل التركي الياقوت من جدب شريحة واسعة من الجمهور منذ الحلقة الأولى فقد تصدر أبطاله محركات البحث وكثر الحديث عن أبطاله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونال المسلسل حصة لا بأس بها من نسب المشاهدات بين المسلسلات التي تعرض يوم الاثنين بالتزامن معه موسيقى وبعد ظهور الهانشين بدور أتيش كطرف ثالث في علاقة يامان وفرايا انقسم الجمهور حول العلاقتين فمنهم من يرى أن علاقة يامان وفرايا يجب أن تستمر متمنين من كتبة المسلسل ألا تقوم بتحويل شخصية يامان للشريرة موسيقى فيما رأى الآخرون أن علاقة أتيش وفرايا هي التي يجب أن تستمر خاصة أن أتيش في كل مرة يظهر رجولته وشهامته وأثار نجم مسلسل الياقوت بوراك بركاي أكجول الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اندمامه لبث على منصة تويتر فتحه ربطت المعجبين بدور يامان وخلال البث قام المعجبين بإهانة الممثل الهانشين بسبه وشتمه والممثل بوراك بركاي أكجول لم يدافع عن زميله في المسلسل بل استمر في الاستماع إلى المعجبين وهم يقومون بإهانة الهانشين كما قامت فئة منهم بمراسلة الهانشين على حسابه الشخصي على منصة الانستجرام وقاموا بشتمه ووضع بوراك بركاي أكجول في وسط موجة من الانتقادات بعد اندمامه للبث ومشاركته في إهانة زميله الهانشين ومؤخرا ظهرت إشعة من الولد النمام كتب فيها سمعت أن اثنين من الممثلين في أحد المسلسلات بدأوا المحاولة في استبعاد الممثل الآخر الذي معهم وفي الكواليس أصبحوا يتحدثون عن هذا الموضوع يمينا ويسارا أعتقد أن الأمور سوف تتعقد ويبدو أن الممثل بوراك بركاي أكجول يحاول الترويج لنفسه وللمسلسل بطرق رخيصة فمع بداية المسلسل انتشرت شائعات حول انفصاله عن حبيبته الممثلة هيرا التي دامت علاقتهما لأكثر من ثلاث سنوات والانفصال جاء بعد أيام قليلة من بدء تصوير مسلسل الياقوت وزيارة هيرا لبوراك في موقع التصوير ما أثار الشكوك حول إقدامه على خيانتها مع أوسجي يغيز وشائعات الخيانة والانفصال يبدو أنها مجرد تمثيلية للترويج للمسلسل ترجمة نانسي قنقر